الراديو تسعين تسعين هواها مصري السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المستمعين والمستمعات حلقة جديدة من حدوتة فقهية وكنا بنتكلم عن الشروط اللي واجب توفرها في حالة التهمم مثال التهمم ده أمر بيمتابنا كلنا وبيحصل لنا كلنا احتياج للتهمم أكيد بيبقى عندنا رجل كبير أو ستة كبيرة ويصعب عليه أنه يتوضى وبيكون عندنا حالات مرضية أو حد في مستشفى أو حد خارج من جراحة وبيصعب عليه أنه يتوضى وبيحصل عندنا أحيانا زنقة في القطار ولا في الطيارة ولا في العربية أو مصنوقين في إشارة وحيفوت وقت الصلاة وبنحتاج للتهمم وبيحصل عندنا حاجات كتيرة من الإصابات أو الحوادث اللي بتمنعنا من الوضوء أو المية بتكون ندرة أو المية بتنقاطع يا حاجات كتيرة أوي بتحصل بتخلينا محتاجين لفهم فقه التهمم فقه التهمم كل مسلم ومسلمة محتاجه تقريبا فقلنا الشرط الأول انقطع الماء عدم وجود الماء طبعا وجود عدم وجود الماء باب كبير جدا بيسمح ليه الانتقال إلى الطهارة البديلة ولما تكلمنا عن الطهارة البديلة احنا قلنا ده عمل يعني يحقق استباحة الوقت أو تستباح به العبادة أو تستباح به الصلاة إنما هل تستباح به كل أنواع الصلاة ولا الصلاة اللي جيه وقتها لا الصلاة اللي جيه وقتها عشان كده قلنا أول شرط انقطاع الماء أو عدم وجود الماء الشرط التاني تعذر استعمال الماء وده أمر كان في منتهى الأهمية تعذر استعمال الماء وتكلمنا عن الجريح وعن المريض وكانت حلقة كانت مفيدة جدا مبارح أرجو أن كنتوا تكونوا سجلتوها أو رجعتوها علشان بتقول لنا على كل الأحوال بتاعة المريض واللي عنده حرق واللي عنده مرض جلدي واللي هتعذر استعمال الماء بسبب مشكلة حساسية أو عنده في جلده أو خلافه وقلنا النهاردة بقى عنقول الشرط التالت وهو دخول الوقت ده شرط لوجوب التيمم هنا حضرتك مش هتقدر تتيمم لقبل الصلاة بساعة ولا بنص ساعة زي ما بنعمل في الوضوء يعني أنا دلوقتي أقدر أتوضى قبل صلاة الظهر بساعة أنا ما عنديش أي مشكلة أقدر أتوضى قبل صلاة الظهر بساعة بساعتين يا سيد الثلاث ساعات قادر قادر وانتظر بيها الصلاة ما فيش عندي أي مشكلة إنما ما قدرش أتيمم قبل أدان الظهر أو قبل أدان العصر أو قبل أدان المغرب أو قبل أدان العش ليه ما قدرش لأن التيمم هو عبادة ضرورة ولا أمر عادي يعني بنلجأ له أحيانا في الضرورة ولا أمر عادي حتقولي ضرورة يبقى اسمها عبادة ضرورة شفت شفت الفقه بقى التيمم عبادة ضرورة عشان كده لا تجوز قبل دخول الوقت عارف زي إيه زي طهارة المستحاضة أو اللي عنده سلس البول يعني اللي عنده حاجات على طول مسكين سلس البول عمالي لمؤخذة البول بنقط منه البول بنقط منه بسبب أي مشكلة عضوية أو خلافه أو كبر سن أو خلافه في الحالة ديت أنا ما بقدرش أقوله يا حجي اللي عندك سلس البول تقدر تتوضى قبل الوقت بساعة ولا بنص ساعة ده أنت لازم تتوضى أول ما يدخل الوقت على طول لأن حيحصل وحتخش في الصالة وحيحصل تنقيد بول رغم كده صلاتك صحيح إنما ما تقدرش تصلي بالوضوء دوة الصالة اللي بعدين يبقى لابد أن تبتكر وضوءا أو تنشئ وضوءا لكل صلاة لما بيخش الوقت التاح فدلوقت واحد عاوز يتيمم لانقطاع الماء أو تعذر استعماله إنت يبدأ يبدأ لما يخش وقت الصلاة الأداني يدن الله أكبر يبقى تتيمم إنما ما تقدرش تتيمم وتستنى وقت الصلاة وعرفنا السبب في كده إنما النوافل اللي هي صلاة الصنن هل يجوز إنك تتيمم لها في أي وقت طبعا إن تتيمم النوافل أصلا ما لهاش وقت يا سيدنا يبقى النوافل تقدر تتيمم لها في أي وقت أو الفريضة اللي فاتتك فرض فاتك تقدر تتيمم له لوحد خشية من الموت أو دخول موت عليه وعاوز يقدر لعليه وما فيش مية أو يتعذر استعماله أو وقع أسير لقدر الله في الحالة دي يقدر يتيمم للصلاة التي فاتت إنما صلاة الفريضة الحاضرة لا تجوز لا يجوز لها تعمم إلا بعد دخول وقت المؤداء التي ينوي العبد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كل دا كان جمهور الفقهاء لكن الأحناف بقى شايفين رأيه تاني قال لك إنه يجوز إن يتيمم قبل دخول الوقت ولو بساعة ولو بساعتين شفت بقى أبو حنيفة عاكس جمهور أو عاكس جمهور الفقهاء في هذه المسألة قال لهم لا 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 يجوز إن واحد عاوز يتيمم قبل الصلاة ما عندناش معنا يا ترى الحدوتة إيه ولماذا اختلف الأحناف مع الجمهور على قضية دخول وقت الصلاة للمتيمم إحنا قلنا جمهور الفقهاء قالوا لابد من دخول وقت الصلاة الأدانية دا تبقى تتيمم لصلاة اللي أنت عاوز تصليها الأحناف قال لك لا مش شرط يجوز إنك تتيمم قبلها ولو بساعة ولو ساعتين ما عندناش مشكلة ليه أحناف قال لك قال لك لأنه قياسا على الوضوء مش تتيمم بيحل مكان أو بيحل محل الوضوء وانتم أجازتم للإنسان إنه يتوضع قبل موعد الصلاة بساعة ولا ساعتين ولا بخمس داية ولا بروع ساعة حسب من تعوزين أهو أجازنا قال لك طالما التتيمم يحل محل الوضوء يبقى يحل محله في أحكامه في صحة التتيمم قبل دخول الوقت تفتكر بقى الأحناف هنا في نظر الجمهور غلط في إيه تفتكر الجمهور يعترض على إيه على الأحناف وقالهم لا أنتو غلط لأنه الأحناف عملوا قياس قاسوا التتيمم على الوضوء فجمهور فقاء قال لك التتيمم دا طهارة اسمها طهارة ضرورة شفت ما احنا قلنا بقى ضرورة ولا عادي انت قلتلي ضرورة وده كلامك صح طالما تتيمم طهارة ضرورة يبقى لا يرتفع به الحدث أصلا يعني لا يرتفع به الحدث يعني الإنسان ما بقاش طهر علشان يتيمم أمه ليه قال لك دا استباحة به العبادة ربنا قاله تقدر تدخل على الصلاة وانت في هذه الحال إنما مش معنى التتيمم إن الإنسان أصبح طاهرا إنما الوضوء مش استباحة الصلاة بس لا دا نفع عنه الجنابة لأنه يرفع الحدث لأنه أصبح متوضئا طاهرا بفضل الله تبارك وتعالى طب هنا في سؤال تاني في موضوع التتيمم الجميل ده احنا قلنا التتيمم ليه خمس شروط الشرط الأول عدم الماء الشرط الثالث تعزر استخدام الماء الشرط الثالث دخول الوقت الشرط الرابع النية الشرط الخامس اللي قالوا الفقهاء في موضوع التتيمم هو اللهم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الشرط الخامس اللي هو أن يوجد التراب الطهر طهارة التراب لما تكلمنا على الخامسة دول احنا لسه بنتكلم في رقم ثلاثة اللي هي دخول الوقت دخول الوقت زي ما قلت لكم وقوعوا تنسوا أنه لابد من دخول الوقت إنما في حاجة بقى مهمة جدا الفقهاء برضو تكلموا فيها هل تشترط الموالاة بين التيمم وما تتيمم له الكلمة دي أقولها لك بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا في الوضوء أقدر أتوضى أقدر أتوضى وأتوضيت لصلاة العيشة بس انشغلت رديت على الموبايل شفت برنامج معين في التلفزيون ولسه ما صليتش جالي تلفون مهمة عدت أتكلم مع حد في كلام مهم أو لأ حاجة لفتت نظري بشوفها أو ابني بولادي بتكلم معايا فبتكلم معاهم المهمة صليت بعد ما اتوضيت بحوالي قول ساعة هل يجوز؟ آه يجوز فيش أي مشكلة مش لسه محافظ على وضوءك؟ آه خلاص زي ما انت عافظ ما عنديش مشكلة طالما لسه محافظ على وضوءك خش بقى معايا على التقيلة بقى إيه هي بقى؟ أو المفيد الإفادة طب لو أنا أقدر أتيمم قبل الصلاة واعد نصف ساعة مثلا وبعدين أصلي بتأمم قال لك لا لازم الموالة يعني أول ما يتيمم أول ما تتيمم صلي على طول إنما ما قلت لكش أول ما تتوضى صلي على طول لأ ممكن تتوضى طوال شوية وبعدين تصلي إنما حتتيمم لا يا بطل تتيمم لازم تصلي يا سلام يبقى الموالاة لابد إنها تبقى وبعد ده كلام مين؟ ده الكلام المالكية وقول عند الشافعية وكلام الجمهور بشكل عام يعني تمام؟ إنما فهل تشترط الموالاة ولا لا تشترط الموالاة؟ أنا عاوز أقول إنه مذهب الشافعية والحنابلة إنه تشترط الموالاة إنما جمهور فقهاء قالك لا لا تشترط الموالاة ممكن أن أنت تتيمم ممكن تتيمم وإنك تصلي بعدها بفترة بساعة أو بنصف ساعة يبقى الموالاة إنه يبقى الصلاة بعد اللي تام معنا طول شرط تولم الشرط رأيين اتنين رأي جمهور فقهاء قالك لا تشترط ورأي السادة الشافعية والحنابلة قالك إنه تشترط الموالاة لازم ييجي وراها لأنها طهارة طارئة فلابد من الصلاة وراءها مباشرة كلام جميل ونكمل كلامنا في حدوتتنا الفقهية بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا الفاصل ورجعنا لكم عزائي المستمعين مرة تانية وكنا بنتكلم عن الشرط التالت من شروط التيامم الشرط الأول قلنا إن عدام الماء وقلنا الشرط التاني تعذر استعمال الماء الشرط التالت دخول الوقت ودخول الوقت قلنا إنه لا يجوز التيمم للصلاة المكتوبة إلا بعد ما يدخل الوقت على طول واتكلمنا عن قراء الفقهة في كده وبعدين اتكلمنا عن الموالاة بين التيمم وما يتيمم له يعني أنا اتيممت لصلاة الظهر ما خليش فاصل زمني لازم وراها على طول لازم وراها على طول ده مذهب من الشافعية والحنابلة إنما الجمهور قالوا رأيي تاني قالوا لك لا يشترط الموالاة بين التيمم وما يتيمم لا طب نيجي بقى للشرط الرابع أنا طبعا بقول الأراء وبقول لحضرتك أنك تختار الرأي اللي ينسبك لأن الحدوتة جميلة ما بين الفقهاء وكل واحد عنده وجهة نظر مقبولة من النحاء الفقهية ما تقدرش تقول ده غلط وده صح رضي الله عنهم وارضاهم الشرط الرابع بقى اللي هو النية احنا عارفين حكاية حديث إنما الأعمال وبالنيات وإنما لكل مريم مناوة فبصوا يا جماعة عشان بس أوضح لكم موضوع النية النية دية هي أصدق إيه وإنت متجه للعبادة هو ربنا ما بيحبش عبادة الناس اللي هما في الضياع الناس اللي الشردة الناس اللي مش مركزة الناس اللي مش عارفة جات هنا ليه في ناس كده تحس إيه يقولك مين اللي زقيني يعني أنت جاي هنا ليه تعمل إيه دي عبادة واحد مش مركز عبادة واحد دماغه مش معاك يا راجل ده أنت لما بتكلم واحد وتلقى سرحان بتتدايق ده لو الأستاذ في الجامعة ولا المدرس في الفصل لقى تلمي سرحان بيخبط له على يقول لنا كنت قلت إيه قول لي آخر حاجة أنا قلتها عيد عليها تاني اللي أنا قلته لأنت بتكره أن واحد يكون تكون بتكلمه عقل ومش معاك فما بالك لو أنت عملت كده مع ربنا سبحانه وتعالى هل تتخيل أنك تعمل كده مع ربنا أنك تتعالك مش مع الله يعني أنت دخل عبادة ما أنتش عارف أنت بصلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عيشة مش عارف أنت جيه هنا ليه مش عارف أنت ليه اللي بيسترس في الأحرام وعاوز إيه بالزبط من الله فكذلك تيمم وأنت دخل على التيمم لازم تبقى محدد أنت بتتيمم ليه أو إيه معنى التيمم أو تيمم ده بيباح لك إيه أعتقد الكلام ده كلام مهم جدا لأن دي تيه صحة العبادة عشان كده قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى ولما تيجي تشرح الحديث إنما الأعمال الدينية مش الدنيوية الأعمال الدنيوية مش بالنيات الأعمال الدنيوية بالأعمال الأعمال الدنيوية بالنتيجة الأعمال الدنيوية بمدى انضباطك فما تجيش انت حضرلك تروح بطلع عربية وتقول يا مولانا إنما الأعمال هو بنيات لا انت لما بتعرفش تسوق انت لمش بتتبع قواعد المرور ما يجيش واحد يسرأك وقول لك والله كنت ناور رجعهم لك إنما الأعمال هو بنيات لا لإنه الأعمال دي الأعمال السيئة أو الأعمال الدنيوية ليس لا علاقة بحديث النيات حديث النيات بيتكلم عن الأعمال الصالحة حيتعمل بيها أي يوم القيامة عشان كده قال إنما الأعمال أي صالحات بالنيات إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنية كما في رواية من الحديث يعني يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى هو اللي بيحسب على النية فيه إنما إحنا بقى هاينا في الفقه عشان كده بيركز الفقهاء على النية تبقى أنت عارف إنتا تعمل إيه خصوصا إن أعمال بعض التعبدات الدينية بتتشابه مع بعض العادات الدنيوية فلو عندك اتنين بيستحموا مثلا تحت الدش على يمينك حمام وعلى شمالك حمام ده بيستحمى وده بيستحمى اللي اتنين حمامهم بنفس المية ده الدش وده الدش وده مية وده مية تمام تمام إنما واحد بيستخدم الدش علشان يغتسل من الجنابة والتاني عشان ينضف أو عشان يطر عن جسمه في الحر يبقى اللي اتنين بيستحموا حمام شكل واحد إنما العبادة مختلفة ده عبادة وده مش عبادة ده عبادة وده من باب النظافة من باب العادات يبقى شفت الدنية بتفرق ما بين العادة والعبادة وبتفرق ما بين العبادة والعبادة يعني أنت لو لقيت إيه اتنين بيصلوا كل واحد في ناحية واحد بيصلى ركعتين والتاني بيصلى ركعتين ممكن الأولان يكون بيصلى ركعتين قضاءا للصبح أو بيصلى للصبح والتاني بيصلى ركعتين هما هما إنما تطوعا لله صلاتنا فلا لله سبحانه وتعالى فشوف قدي الفرق الفقه مهم جدا ولازم نبقى فاهمين فنية شرط لصحة التيامم زي ما هي شرط لصحة الصلاة زي ما هي شرط لصحة الحج زي ما هي شرط لصحة الصيام زي ما هي شرط لصحة الزكاة لحديث إنما العملوا بالنيات ولإنه التامم نفسه هو عبادة ولا مش عبادة يعني أنت بتتيامم ليه ما أنت بتتيامم تعبودا لله سبحانه وتعالى يبقى طالما التامم عبادة محضة يبقى في هذه الحالة التامم يحتاج إلى نية وده باتفاق الفقهاء ولا تصح إلا بنية بفضل الله طب اللي ينوي بقى ينوي بالتامم إيه أنا قلت لك ما ينويش بالتامم رفع الحدث لأن رفع الحدث الأصغر أو الأكبر لا يتم إلا بالماء أمالي ينوي ينوي إيه بالتامم بالظبط في نيته كده ينوي استباحة الصلاة استباحة عارف فلان بيستبيح مال فلان يعني شايفه منحقه فاللي بيتيمم دوت اللي بيتيمم هو شايف أن منحقه أنه يستمتع أنه يصلي الصلاة حاضرة لأول الوقت زي أي واحد تاني عنده قدرة على استخدام الماء أو خلافه يبقى إذن المتيامم لابد أن ينوي استباحة الصلاة طب بفرض نوى رفع الحدث رح أعمل كده إيه نويت رفع الجنابة ورح أعمل خبطه على الأرض ومسح وجهه نقول له لا كان غيرك أشتر النية بتاعتك دي مش مظبوطة أنت لازم تنوي من قلبك استباحة الصلاة استباحة الصلاة إيه في الوقت اللي جاي ما أنا قلت لك ما ينفعش إن إحنا نتيمم وبعدين نقعد لنا ساعة ده على الرأي جمهور فقاء يبقى على الرأي قصد الشفعية والحنابلة إنما على رأي المالكية والجمهور قال لك ما فيش مشكلة لو قعدت المؤالاة فترة من الاتنين يبقى لما بتيجي تتيمم قلت لك الشرط الرابع احنا قلنا نقول الشروط تاني نقول الشروط تاني شروط التيمم إيه واحد عدم الماء اتنين تعزل استعمال الماء تلاتة دخول الوقت أربعة النية خمسة التراب الطهر يبقى معنى ذلك إنه لما نتكلم في موضوع النية بنبقى عارفين إنها من الشروط الواجب توفرها في التيمم أصلا وإنك لازم تنوي بيها استباحة الصلاة ودوة ودليله إيه دليلهم إيه هو حديث أبو ذر الصعيد الطيب هو وضوء كل مسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشراتها يعني يعني يمسه بشراتها بمثالف يعني يعني يصلح الوضع بتاعه بإنه يتيمم ويصلي إذا وجد الماء خلاص إن شاء الله طيب في حاجة بقى إنه واحد يعني لو واحد نوى بالتهمم خد بالك من السؤال اللي حسأله نوى بالتهمم إنه يصلي المغرب خلاص فصلى المغرب إيه بقى حضرتك وطب بعض المغرب عاوز يصلى ركعتين سنة لله يقوم ولا ينمه تاني بقى ولا يتيمم تاني عادي خلاص يبقى اللي نوى فرض من الفروض يقدر بنفس التهمم يصلي ما شاء الله له من النوافل أي من السنن أو طب هل الفرائد كمان قال لك الفرائد بشرط عدم انت قدر وضوء لكن بعض الفقاء قال لك لا لابد أن يكون لكل فرض تيممه الخاص أعتقد بذي يبقى قلنا كلام مهم جدا في موضوع تيممه تعالوا نشوف بقى في الفاصل التالت اللي حنتقابل فيه إيه حكاية التراب وبدائل التراب ونوعية التراب بس بعد الفاصل بعد حدوتة فقهية ابقوا معنا ورجعنا لك مرة تانية أعزائي المستمعين والمستمعات مع حدوتة فقهية وكنا بنتكلم عن شروط التيمم وأن التيمم له خمس شروط التيمم ده التيمم هو فعل يستباح به العبادة لتعذر استعمال الماء أو للخوف من فقدة يعني حضرتك ليه خمس شروط عشان نتيمم الشرط الأولاني عدم وجود الماء أو الشرط التاني هو تعذر استعمال الماء والشرط التالت هو دخول الوقت قلت لك ما نقدرش نتيمم قبل الوقت لازم الوقت يخش وبعدين نتيمم وانتقلنا للمؤالاة هل يشترط المؤالاة أن التيمم يكون وراه على طول الصلاة اللي حنصليها ولا لو فيش أي مشكلة إيه لو فصل بين التيمم وبين الصلاة فاصل يعني واحد يتيمم وبعدين جاله التليفون فرد على التليفون يقدر يخش بقى على الصلاة ولا لازم يعدي تيمم مرة تانية رأيين عند الفقهاء رأي يقول لا المؤالاة مش شرط ويلا خش على الصلاة بتاعتك وانت صلاتك صحيحة وقلنا أن ده رأي الجمهور معدل مالكية وقول عند الشافعية والرأي التاني بيقول لا لازم المؤالاة لو فصل فاصل ما بين التيمم وبين الصلاة التليفون ردت عليه أو اتحركت في مكان آخر أو أو ما شابه ذلك أي حاجة شغلتك أو بصيت على ماتش كورة بس عشان تشوف انتهى كام كام ولا الكلام ده كله في الحالة دي حضرتك لازم تعيد التيمم مرة تانية لأن شرطها الموالاة وقولنا ده مذهب الشافعية ومذهب الحنبلة الشافعية والحنبلة قالوا هو الرأي ده والحياء طبعا شرط الموالاة ده وتيمكن انت شايفه أسوب علشان ليه بيقولك بيقولك أن أصل أصل هي أصل التيمم هو عبادة ضرورة عبادة ضرورة عبادة ضرورة يعني طارقة العبادة طارقة لازم تحترم بقى إنما ما تبقاش عبادة طارقة وتروح سيبها و ويعني يعني فهم يعني اتفتح لك باب خروج طوارق كمثال مثلا يعني أنت قاعد في مبنى المبنى ده لقدر الله تحرق فجري وجري فتحه لك باب الطوارق عشان تخرج منه الباب ده تفتح لازم تخرج إنما تقعد بقى الباب يتفتح تقعد تدور على ساعتك وتدور على النظارة وتدور على هو عندك وقت اجري منه على طول فكأن باب التيمم ده ده باب طوارق اتفتح لك عشان تلحق وقت الصلاة إنما تتأمم وما تصليش لا يبقى كتير علينا والتصرف والتصرف بتاعك ده إحنا ننوافقك عليه يبقى هل يشترت المؤلاء بين التأمم وما يتأمم له على قولين عند الفقاء وجينا للشرط الرابع قلنا النية إيه النية قلنا النية ديت لأنه النية ديت نية استباحة الصلاة إن انت يباح لك الصلاة رغم إن انت مش متوضي أو جنب أو مش مغتسل يعني للصلاة طب الله ينفع كلام ده بالنية قال لك ولا شيء في ذلك إنما الأعمال وبنياته إنما لكل مرئ ما نوى طالما نويت ما عندناش مشكلة طب لو أنت نويت إنك تصلي المغرب تقدر تصلي المغرب والعيشة لو لسه على وضوءك رأيين عند الفقهاء بعض الفقهاء قال لك لازم تعين الفرد دي تأمم المغرب بس والعيشة تروح متأمم لا مخصوص تأمم العيشة بس إنما جمهور الفقهاء قال لك لك أن تصلي ما شئت بهذا التأمم من الفرائد أو النوافل طب نيجي بقى للشرط الخامس الشرط الخامس هو التراب الطاهر ركز بقى معايا فيه عشان مهم جدا لازم التراب ده يكون طاهر طب لازم التراب يكون طاهر إزاي إن أغلب الظن أغلب الظن التراب ده هو طاهر إنت عنا ما أنت ما شفتش حاجة بتثبت إن فيه نجاسة يبقى التراب ده طاهر يبقى حكم أي أرض إحنا بنمشى عليها إنها طاهرة تقول لي ما هو جائز يكون كلبي ما عرفش يتبول عليها ما هو جائز يكون ما عرفش أقول لك جائز دي لا ينبني عليها فقه إنما الأصل في الأمور الطهارة إلى أن يتأكد الإنسان من العكس فإذا لم تتأكد من العكس فالأصل فيها إنها فتاممه صعيدا طيبا قابلا يعني للطهارة وعشان كده هو ده الآية لنص ربنا قال كده ولذلك جماعة فقهاء قالك إنه لا يجوز تامم إلا بطراب طاهر له غبار يعني تربي عفر عرف العفرة أدي معنى كلمة له غبار ده مذهب الشافعية والحنابي لو فطبعا فعشان كده بقول لك إنه يبقى التراب طاهر له غبار وهم لما جم يفسروا يفسروا معنى كلمة صعيدا طيبا قالك ده لفظ أو بيسمونه من أسماء المشتركة بيطلق الإسم ده على أي أرض أو على أي طريق اسمه خرج على الصعيد يعني خرج على الطريق أدي المعنى يعني علشان كده ما نقدرش نخص نوع إلا بدليل يبقى معنى كده إنه لازم التراب يكون مطلقا اسمه كده ترابا صعيدا طيبا أو ترابا طهرا يعني تراب له عفرة أو تراب له غبار زي ما بيقول وخد بالحضرتك إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء تصور الحديث كده رواهي الإمام مسلم باللفظ اللي بيقول لك عليه ده شوف يا سلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس اللي مش عجبها السنة ربنا يهديهم يقول لك الحديث كده التيسير من الله سبحانه وتعالى جعلت صفوفنا كالصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض وكلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء كلام جميل يبقى ده رأيي الجمهور خلاص جيبا الأحنافه المالكية قالوا إنه حاجة أعلى من كده إيه ده بقى قالوا إيه قالوا لا لا ده مش يجوز التيمم بالطراب اللي له عفرة بس وخلاص لا ده يجوز التيمم بأي حاجة بيطلق عليها من أجزاء الأرض أي حاجة من أجزاء الأرض أي حاجة من أجزاء الأرض يطلق عليها إنها يحل يحل التأمم به يا سلام قال لك حتى الرمل شفت الرمل رضي الله عن ساداتنا الملكية والحناف يا سلام يقول لك الرمل يجوز طب الجبس يجوز قال لك اسمع اسمع اللي جادي بقى قال لك حتى لو كانت صخرة مغسولة يلا يا عم شوف يعني صخرة مغسولة يعني عاوز يقول لك لو زلطة زي ما بقولوا يجوز بها التأمم لو بلاطة حتى لو مغسولة حتى لو نضيفة يطلق عليها لفظ صعيد لأنها من مكونات الأرض قادي يا سيدي حد وتجميلة بتثبت أريحية الفقه والكلام ده مش جايبينه من عندهم هم قالوا ان كلمة صعيد ما على الأرض كل ما على الأرض اسمه صعيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور يبقى الكلام واضح انه هل بالتراب أو مع أو بأي مكونات التراب زي بلاطة زي زلطة مغسولة زي جبسة أو خلافه ده جائس وده جائس وده الرأيين عند حضرتك لكن تعال نسأل سؤال في مهمة أوي اثرد واحد بقى لا قادر على الصعيد الطيب ولا قادر على المية تفضل يا عم انت تعرف ده اسمه ايه عندنا في الفقه اسمه فاقد الطهوريني اقوله تاني اقوله فاقد الطهوريني تقول لي هو فيه واحد لا قادر على المية ولا قادر على اللي تيمم انت بتقولي الكلام ده ازاي والله يا جماعة ازاي الكلام ده لو واحد مثلا خطفينه وربطينه في عمود مثلا وحان وقت الصلاة لا عارف يتوضه ولا عارف يطول بييده اي حاجة صعيدا عشان يتيمم اسمه ايه ده اسمه فاقد الطهورين فالماء والطراب لو فقدهم الانسان يعمل ايه ارى عند الفقهاء شفت الله يرضى عن فقهاءنا علمونا وحوادتهم الفقهاء الجميلة لما بتخلص دي كلها فايدة رأيي الاولاني يقولك صلى على الحال اللي هو عليه ولا تجب عليه الاعادة لان التهارة سقطت عنه لانه ما فيش مياه وما فيش تراب ما فيش صعيدا طيبا ما فيش حاجة يمسى حلقة دي حد يعمل ايه يصلي على الحال اللي هو عليه من غير وضوء ايه هو دي بقى اللي يقول عليه من غير وضوء شفت ازاي زي ايه زي العاجز عن القيام في الصلاة مش بنقول له اعد وسقط من عليه القيام زي اللي عاجز عن السجود بنقول له صلي وانت قاعد على كرسي اهو خلاص اتشال من عليه جزء من الحكم هنعمل ايه ربنا اللي خفف عنه وخلق الانسان وضعيف وده المختار من اقوال الفقهاء على فكر وده الموافق لمذهب الحنابلة والشافعية ايضا تمام ده اسمه فاقد الطهورين يبقى يصلي على الحال اللي هو عليه ده رأي الرأي التاني انه هو قالك لا لا يصلي ولا يقضي لانه الصلاة لا تصحي الا بطهور او ما يقوم مقامه من تيمهم وهو لا قدر على دي ولا على دي سقطت الصلاة الرأي التالت قالك لا هو لا يصلي ولا حاجة انما يعيد وقت ما ربنا يصر له ويفكه من الازمة اللي هو فيه تلت أراء فقه جميل حدوتة لذيذة وكل واحد له حججه وبرهينه واسبابه ربنا علمنا ويمتعنا وبكرا ان شاء الله نتكلم بقى عن ابسط طريقة للتهمم وطريقة مسح الوجه والكفين ولا المسح لحد الكوع الكفين لحد المرفقين ولا ايه بالضبط وهل يشترط فيها الترتيب حدوتها لذيذة نقبلكم بكرا ونكملها بمشيئة الله السلام عليكم